السلام عليكم ومرحبا بالناس لهم نشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لهم معنا أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزات اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلمو يعني المنتخب السينيغالي وين كولي بالي يوجه رسالة قاوية للعبين السينيغال قبل مواجهة الجزائر في نهاي كأس الشام يعني احنا فاقنا نطلبو ان شاء الله بربي من لعابين امثال محرس بن ناصر بن طالب بن بولحيا في غولي يعني عاودوا ديروا رسالة تسجيع احنا رغمنا شاهدنا المجرب يعني تعكم هذاك المشرف يعني ولا كلمة بقرة كان ديملوماسي في التصريحات وين أثلاث جاء صدور امثال مومن يعني أثلاث جاء صدر مومن يعني كيما كنا يقول من هاللول برمير مااش قلت لكم يا ردي غادي للجزائر فاتت فينال غادي يخرج مومن يقولكم هذا بفضل المشرف وخرجت صح هذه هي وينحرس قائد المنتخب السينيغالي الأول والنجم نادي تشيلسي الإنجليزي كلاديو كوليبالي على توجيه رسالة قوية إلى اللاعبين المنتخب السينيغالي المحلي قمت مواجهة المنتخب الجزائري في نهاية بطولة البطولة الإفريقية للعبين المحليين يوم السبت ربعة فيبري المقبل على الملعب نيرسو المنديلا بالعاصمة الجزائرية بالراقي وتأهل المنتخب الجزائري والسينيغال يوم الثلاثة واحدة وثلاثين جونب إلى نهاية النسخة السابعة من البطولة الإفريقية اللاعبين المحليين الشام الفيثوني عشرين حيث تجاوزت الجزائر المنتخب النجر في الدور النصف النهائي بنتيجة خمس أهداف دون رد في عين تخطى أسود سينيغال حقبت المنتخب مدى غشقل بنتيجة هدف دون رد في مباراة النصف النهائي الأخرى كانت مباراة قوية جدا يعني هذا الصح كانت مباراة كبيرة كانت مباراة كبيرة نتفرش مباراة كانت مليحة مباراة يعني قمة نتمنى إن شاء الله بربي ولاد الجزائر نشوفوا ولاد الجزائر إن شاء الله بربي في المنصة التتويج إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا ربي لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشر الإتعاد ونشر الإتعاد سينيغالي لكولة القدم تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر بعد تأهل المنتخب بيلاده إلى النهائي الشهر ألفين وعشرين وانتضمنت مقطع فيديو للنجم نادي نافولي الإيطالي السابق والذي بعثه رسالة تحفيزية قوية للنجوم المنتخب السينيغالي محلي قبل يعني مواجهة محاربي الصحراء ناوي نطلبه إن شاء الله بربي نقولها ونعودو نطلبه يعني من المحرز يعني الأعابين اللي فيه لتاع المنتخب الواطع للجزائري وين يديروا تحفيزات يعني في نشر يعني صور أو تغريدات أو كلام يتكلموا ولا يكتبوا ولا يديروا صورة شابة كما رأينا في الفيسبوك يعني صورة تعبوغرة مع اللعابين معه يعني يقولوا بلي يديروا حاجة شابة ولا تكتبوا ولا تهضروا ما عليش يعني تعطي تعطي زوج تقيقة ولا يعني المنتخب بتاع بلادك ما يشعيب هو لو ينعكولي بالي واخر جهدد هذه هي أنا أولا بغين البحث سينيغال حتى كي واحد حسابات بغين البحث سينيغال في طح فاطمة سامورا وقال كوليباني في رسالة تحفيزية قوية بوصفه القائد المنتخب الأول والممثل الأعلى للعبين السينيغاليين رفقة النجو بايا المينيخ الألماني سايدو سايدو ماني السلام عليكم إخواني الأسول لقب يعني المنتخب السينيغال أنا سعيد جدا بتوجيه هذه الرسالة لكم موظيف لقد أديتم مباراة كبيرة جدا أمام مدى غسقا تابعت المباراة وفوزكم بالنتيجة هدف دون رد لقد تحكمتم في المجريات اللقاء ونجحتم في التأهل إلى النهائي وستوجهون منتخب البلد المنظم الجزائر وقال كذلك تابعت كل مشواركم في البطولة إفريقيا اللاعبين محليين وأنا فاخور بكل ما أنجستموه لحد الآن كل السينيغاليين خلفكم ونحن نصلي من أجلكم أتمنى حقا أن تعودوا بهذه الكأس إلى السينيغال قلوبنا معكم ونحن فاخورين جدا بما قدمتوه رغالب جات في الجزائر كل إبالي قادي تبعد هنا قادي تبعد هنا كوب دابري مع داوين تروح وحرص النجم نادي تيرسي الإنجليزي على توجيه ناصحة ذهبية للاعبين منتخب بلادي المحلي وقال فيها لا تنسوا تنتظركم مباراة مهمة جدا أمام الجزائر نهائي في إشارة إلى ضرورة التركيز وعدم الإفرار في الاحتفالات المبالغ فيها وقال كذلك أنا أعرف أنكم قادرون عن الفوز والتتويج بالكأس وإن شاء الله سنصلي من أجلكم للعودة بالكأس إلى السينيغال وختم بقوله دعونا نحلم معكم وتحية السينيغال نحن فيقول وتحية الجزائر وجاءت رسالة كوليبالي قوية للنجوم منتخب بلاده المحلي في الشار 2022 في الوقت الذي تتكرر فيه مواجهة الجزائر والسينيغال في نهايات إفريقية إذ لعب المنتخبان نهايي كأس أمم إفريقيا 2017 بمصر وانرد يعني بهدف دون رد ليحصدوا اللقب للمرة الثانية في تاريخهم وهي الخسارة التي اعترف كوليبالي لاحقا بأنها كانت أشد ألم في مشواره وكان المنتخب السينيغال قد خسر مرتين أمام الجزائر في نسخة كار 2017 خلال مبارتهم بالدور المجموعات وفي المباراة النهائية بذات النتيجة وحتاجة وحتاجة الأسود السينيغال إلى انتظار إلى غاية كار 2022 بالكاميرون لتعويض خيبة آمل نسخة 2019 والتتويج باللاقب كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على المنتخب المصري في نهاي براكالات ترديح بأربع سنين بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بالتعادل سفل سفل هنا كيم بزاف أو نحن السينيغال كنا نربحها نحن لابت الورطة السينيغال وفي المباراة يتحدث كما يتحدث السينيغال نربحها وفي السينيغال كنا نربحها السينيغال لم أتحدث سينيغال كمدى أفريقيا 2015 نربحها مدوزر 2017 لنما مدد 2019 وفي 2019 نحن نربحها ومقبل كنا نربحهم بأربع سابق كاليفيكاسيو كوبديمون 2010 لنقصيناهم كان لديهم شلاء من لعابين من نجوم ومشاة ضيوف وكل كان لديهم لعابين من كاش يعني اسمه ثم يخوف ونحن نربح ومشاة كوب دافري كوبديمون كوبديمون لن يكون لن أعطيكم مجمع لذي يقولكم اليوم المنتخب يغيرون التاريخ يريدون مزيليا مزيليا كاربي ومع هذا يغيرون التاريخ يعني يريدون يريدون أن نبدأ من 2000 2010 كالي يقول أنتم مرحبون هذا المشرف يروح ويريدون كيماما مجر يا أولا كيماما مجر تأخرج خرجة الباعة 2002 ومع كيماما 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 مجر 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 ترد هذا إقصاء يقول أمه كاملة كانت قارئة في الكوب ديمون تم إقصاء بسبب فلسفة فاسدة تعمد الرابع فلسفة مكاشقعة حمار يعني من الممكن إذا كانت اتشفة ساكت عليها كيف تسمى هذا هذا كيف تسمى حمار مجر كيف بلسفة سهلة أم لا نقول بلسفة اليوم وين ال لا يزال الوقت كل شيء يأتي في وقت نحن نصل هذا المنتخب المنتخب الوطني ستكون آخر نسخة على ما أظن آخر نسخة ونسأل الله ندوها نحن ندوها نحن ندوها نحن ندوها هذه التعنى هذه القديمة لا تنكبر هذه التعنى لا يمكن أن نقولوا التعنى لا يمكن أن نضغطه ونحقره ميدانه ولا يهدر وعندما لدي ثقة كبيرة في بقرة أنا أصبح هي ثقة كبيرة ثقة عمياء في بقرة كذا بقرة يعرف كيف يلعب و يضعون خطته لا تنسوا اعطونا اشتركوا فيديونا و اشتركوا فيديونا و اشتركوا في القناة